من رحب حضراتكم مرة تانية زي ما كنا نتكلم معاكم في بداية الحلقة أو بما أن النهار ده هو اليوم العالمي للصداقة قررنا أن احنا نحتفل النهار ده باليوم ده على سرقتنا الخاصة عشان نسأل ونستفسر عن أنواع الأصدقاء في حياتنا هل دايرة أصدقائك من خلالها قادر تعرف من الصديق المخلص من الصديق الوافي من الصديق اللي بتاعمل صلحته زي ما بيطلق عليه هل في نوع من الأصدقاء بيحبك في وشك وفي دارك ممكن يبقى حاجة تانية بما أن كمان في كده تيمة نسمعها مؤخرا أنه أنا أصحابي مفيش صحاب خلاص مفيش صحاب جدعين مفيش صديق حقيقي مفيش صديق وفي هل مشكلة فيك ولا المشكلة في الشخص اللي قدامك أسئلة كتير جدا خلينا نترحى للمناقشة النهار ده مع ضفنا في الستوديو دكتور رقفة يوسف أستاذ الإدارة وخبير التمية البشرية سبعة خير على حدك يا دكتور موارنا في سبعة خير يا واصف ربنا يخليك شكوريك طيب مبدئيا هل أسطورة الصديق الوافي موجودة لا في ناش بتقول أنه من المستحيلات معروفة حتى في الأساطير الصديق الوافي الخل الوافي فيش خل الوافي مفيش حاجة اسمها صديق وفي في المطلق هو يعني للأسف الجمل اللي هي عنيفة جدا دي بتبقى غير مقبولة لأنه لا فيه كل حاجة موجودة في الدنيا لكن الفكر الاختيار يا حيك قلت أنا مشتغل أستاذ إدارة إدارة العلاقات ده علم من ضمن علوم الإدارة إدارة العلاقات الاختيار يعني هيك لما نشوف الأصدقاء إيه الحاجة اللي تنجح الصداقة صفات مشتركة ومهارات مختلفة يعني دي قاعدة مهمة جدا في الصداقة يعني إيه يعني أنا لو أنا وحضرتك عندنا صفات مختلفة أنا كريم أو حيك بخيل أو حيك كريمة وأنا بخيل العلاقة مش هتنجح صح فهو لازم الصفات تبقى متشابهة والصفات ممكن نقول عليها بالبلد كده اللي هي الطبعة لكن المهارات مختلفة أنت بتفهمي تكنولوجي وأنا بفهم مثلا بيزنس فإحنا لما نقعد أو نبقى أصدقاء مع بعض نكمل بعض الفكرة بس يا جمانة أن احنا أحيانا اختيارنا بيعتمد على الفرست إمبريشن أنا شفتك فقلت شكلك طيبة جدا فارتحته لك حلو جدا أنا ما ديش مشكلة لكن ده مش معناه أنه حضرتك وذين يوم ولا اثنين أو ثلاثة تبقي صديقة بالنسبالي الصداقة عشان تتبني لازم تتبني على علاقة فيها أنا بجربك مرة واثنين وثلاثة عشان أعرف أنت فعلا إنسانة جدعة ولا ودايما الجدعانة في الصداقة بتعتمد على إيه لما تزنق في موقف وشوف أنت بتعمل إيه لكن إحنا اتعرفنا على بعض فأنت قلت ليه اللي إنت عايزه أنا أعمله لك أنا أضمن منين الكلمة الحاجة بتقوليه ده صح فهي دي الفكرة حسن الاختيار يعني دايما الشباب لازم خصوصا نحن نتكلم على الشباب أكتر الحكمة لأنه صديقك ده أو صديقي ده ممكن يضمر حياتي ليه؟ لأن أنا وانس أن أنا وثقت فيه ممكن بيعرف معلومات كتيرة جدا عني وأنا مش متأكد هو فعلا هذا الشخص بلاش فكرة أنه شكله كويس أصلا نرتحت له الحرامي دلوقتي أكتر واحد عمرك ما تشوك فيه هو الحرامي عكس زمان الحرامي لأ شكله من بعيد كنت أقول لي لا مش مريح الحرامي دلوقتي لازم على فكرة الحرامي ده مش معناه أنه بيسرقك ماديا طبعا طبعا لكن بيسرق مشاعرك بيسرق حاجات كتير فلازم الحرص لازم الحرص طيب يعني ما بدينا حضرتك بتقول لا أنه في أصدقاء أو في أقونا مش أسطور ده حقيقي طيب الحاجة التانية حضرتك بتقول إحنا مفروض مش من أول ما شوف الشخص عتبره صديق وأنه حسب المواقف دعني أشارك مع حضرتك وجهة نظري يعني أنا وجهة نظري أنه مش بس المواقف ومش بس العشرة لأنه فيه السمات شخصية فيه شخص جدعة يعني فيه شخص لو حد وقع في مشكلة هيساعده سواء صحاب أو مش صحاب وفيه شخص مش جدعة بالمناسبة فيه عشرة أو ما فيش عشرة فأعتقد أنا وجهة نظري أنه بجانب العشرة وبجانب المواقف أعتقد فكرة تعارض المصالح وتضارب المصالح أكتر من المواقف الجدعانة المواقف الجدعانة أنا ممكن تكون صديقة ليا وقع في مأزق ومش هيدريني أن أنا سعيدة فها سعيدة الحلوى السؤال ده فكرة تضارب المصالح وعندنا مثال شهير جدا ياريت حتى المشاهدين يدخلوا وقر شوية عن القصة دي احنا بنسمي لبن أدمين لتلات أنواع فيه ناس عندهم مبادئ لا يمكن يتخلوا عنها مهما حدث ودي نسبة أولئية للأسف فيه نسبة في النص عندهم مبادئ لكن لو تحطوا تحت ضغوط هيتخلوا عن المبادئ صحيح ودي للأسف برضو نسبة كبيرة شوية النسبة الثالثة ما عندهمش مبادئ أساسا فهو الشخصية الميكافيلية الغاية تبرر الوسيلة أحيانا ممكن تتعامل مع صديق من المجموعة اللي في النص هو عنده مبادئ بس مع تضارب المصالح بيتخل عن المبادئ فأنا بعزك جدا أو بيبرر أو بيبرر عندنا قصة شهيرة الرئيس الثاني والثالث لأمريكا الرئيس الثاني اسمه جون آدمز والرئيس الثالث اسمه توماس جيفرسون وفي الصداقة يا جوانا لازم الناس تراعي حاجة صغيرة فكرة النفسانة فأنت ممكن مثلا تلاقي عندك بنتين فيه فرق جدا في مستوى الجمال في مستوى الاجتماعي في المستوى المادي فهنا فيه عناصر للنفسانة فممكن واحدة منهم بتبين للتانية تكرهها لا شعوريا لإحساسها ان اللي عندك مش موجود عندي ده بالزبط اللي كان موجود في المثال ده توماس جيفرسون اللي هو الرئيس الثالث طول بعرض شعره ناعم جدا ابن ناس قوي جون آدمز اللي هو الرئيس الثاني وصير وتخين واصلع ومستوى اجتماعي قليل فاحنا هنا عندنا عناصر النفسان وللأمانة أول ما تعرفوا على بعض رغم ان كل واحد منهم كان بينتمي لحزب ضد الحزب الثاني كانوا أصحاب جدا 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 ده حقيقة لدرجة المرات الرئيس الثالث اللي هو توماس جيفرسون ماتت وهي صغيرة فجون آدمز المرات وقالوا له تعالى عيش معنا كأنك واحد مننا أول بقى ما ابتدت تتعارض المصالح اللي اتنين اترشحوا لرئاسة أمريكا ايه اللي حصل هؤلاء الأصدقاء اتحولوا إلى أعداء انت مش متخيلة درجة العدوة لدرجة ممكن ناس تدخل تتفرج على مشهد ومشهد تمثيلي مشهد موت سوري جون آدمز اللي هو رئيسي تاني بالمناسبة هم ماتوا في نفس اليوم بينهم خمس ساعات مين اللي مات في الأول الثالث اللي هو توماس جيفرس اللي هو الولدبن ناس الأمور ده اللي بعده اللي مات جون آدمز مش هتموت جون آدمز هو بيموت جنب أولاده وأحفاده والخادم بتاعه بيهويله بالمروحة هو كنفاكر انه هو اللي هيموت في الأول فبيقول لابنه توماس جيفرسون سيرفايفز يعني بيقول له ابن المحظوزة توماس جيفرسون عايش وانا هموت شوفي تخيالي واحد بيموت وكل بالفترة فيه ان عدوي مازال عايش شايفه هيك فهنا كانوا اصدقاء جدا بس تعارض المصالح ادى الى في الاخر اليه ان احنا نكرر بعض طيب بس ممكن حد برد يجي وانحنا مش عايشين في اليوتوبيا مش عايشين في المدينة الفاضلة يعني مفيش حد هيفضل مصلحة دالاخوات ما بيفضلوش مصلحة اخواتهم على نفسهم فايه الوضع هنا بقى يعني هنا المفروض انه مفروض الصديق يفضل مصلحة صديقه على نفسه هو اصدقاء درجات يا جميل وطبعا هو مش كتير لما تلاقي حد يوصل لهذه الدرجة انه بيفضلك على نفسه فهي درجات بس هي الشاطرة انه حيك تبقي فهمة اللي قدامك ده الى اي درجة هو مخلص لك لان درجات الاخلاص درجات فيه واحد مثلا ممكن صديق لك يبقى مخلص لك لدرجة انه يضحب حياته عشانك بس ده مش كتير لما نلاقي فيه صديق لا هو انا معيك وانه درجة من اخلاص فيه صديق لا لو احنا بشكل او باخر فيه مصلحة انا طبعا يهميني مصلحتي فانت لازم تبيعارفة اللي قدامك ده وبعدين تفلطري ممكن تلاقي من صح ازاي بقى طب دي نقطة مهمة انا او الشخص يعرف ازاي احنا عندنا طبعا مبدأ كده شهير جدا في الادارة اسمه الترايل اند ايروش وبعدين خلي بالك من حاجة صغيرة يا جمانة انت عنيكي بتمفروض تحلل لما حد واحدة صاحبتك تقولك انت عناية واللي انت عايزة نعمل المبلغة نفسها في حد ذاتها دي بتبقى يعني علامة كده ان اللي قدامك ده فيك وانه هو مش حقيقي الحاجة التانية الصدق في العلاقة بيبان من حاجات كتير جدا في التعملات الصغيرة فعشان كده هي محتاجة ايه محتاجة عين ثاقبة تحلل طب هي عملت كده احنا بنعملش كده للأسف احنا بننخدع بالمظاهر يعني دايما لما حد يقولك ايه مسلا انا عزمك على الغداء لأ لازم تاكلي وقت تقول لأ خسارة ومشان منفعش ما تاكليش وانه هزعل المبالغة دايما في اي حاجة دي اتمنز الى حد ما انه انا المشاعر اللي جواي تجاهك دي مشاعر وعليك خليك الزكية بردو حاولي تقدر تعرفي اللي قدامك دي بتجلم عليك من وراك ازاي يعني بردو دي في حد ذاتها بتديني انطباع لانه هي قدامك هتقولك حاجات كتيرة كويسة جيل صعبة تتعارف يعني انا هقول لحضرتك بردو واجهة نظري في الموضوع دا انا دايما بشوف الشخص اللي قدامي بيتكلم علي الناس ازاي او بيتعامل اصلا في غياب الناس ازاي يعني انا فيه شخص ببتي صديقة ليا انا بشوف مثلا لو هي بتتكلم عن شخص تاني او واحد شخصية تانية خالص بشوفها بتتكلم عليها ازاي وبتتعامل ازاي في وشها لو حسيت ان الشخص ده منافق انا عمري ما هقدر اصغ فيه حتى لو هي قعدت تشكر فيها لستين سنة قدام لانه النفاق موجود مش عارفة دا صح ولا غلط وعش كده انا بقولك هي الفكرة احنا مش بنحكم من موقف واحد بنحكم من موقف كتير جدا والموقف دي فيها تجارب والتجارب كلها بتثبت لانه خلي بالك من حاجة صغيرة لو موقف فيه تعرض مصلحة بيني وبينك وانا اخترت مصلحة خلاص فانتي وكان ممكن اختار مصلحة احنا الاثنين بس انا لا اخترت مصلحة يبقى دا من امره ما هيبقى صديق وافي وبعدين خلي بالك من حاجة صغيرة لو عناصر النفسانة موجودة لازم تاخدي بالك من القصة دي يعني لما بيكون فيه مختلاف جامد في المستوى الاجتماعي بسخد بالك احنا فيه احيانا ما بتاخدش بالك يعني فيه احيانا انت ما هو دي الحكمة بقى لا يعني فيه انا ممكن اشوف مثلا لو صادقتين لو بمنا نحن نتكلم على صداقة تستاتات او البنات اكتر انا ممكن تكون شايفة صديقتي حلوة جدا من شكلها حلو جدا هي ممكن تكون شايفة نفسها اقل في مستوى الجمال انا مش شايفة دا فاهم قصدي يعني ممكن حد يكون شايف حاجة انا مش شايفة نكون لابنكلم على حاجة قبل ما نبتدي اسمها الماتيوريتي او النطج او الشخص سوي نفسيا هي على فكرة ممكن تبقى اقل منك في الجمال بكتير بس هي سوية نفسيا صحيح لا عندهش مشكلة ان انت تبقى احلى منها لكن لو هي مش سوية نفسيا هتبقى نفسيا هتبقى مشكلة فرق الجمال او المستوى الاجتماعي او المستوى المادي عمل لها عقدة طب تيجي تقولي لي طب هي هتصحبك لي يعني نفترض انت غنية جدا وهي فقيرة هتيجي تصحبك لي عشان هي عايزة تنتمي للمجموعة بتاعتك فلما أبقى ماشي مع جمانة وهي معروف ان هي جمانة غنية جدا فانا كده زملتها رغم ان هي بتحقد جدا عليك لكن هي عايزة تمشي في الركاب بتاعك عشان كده الذكاء لازم انك تبقى فاهمة هي بتعمل كده ليه احنا مشكلتنا يا جمانة ان احنا بنشوف الظاهرة ما بنفسرهاش احنا محتاجين نعلم الشباب يفسر كل حاجة لانه لازم يبقى فاهم هو الموقف ده تعمل ليه مرة في اتنين في تلاتة هتلاقي مع الوقت ابتده يفاصل او لا ده الموقف ده معناك كده واعين خلي بالك من حاجة صغيرة السزاجة في الصداقة بتؤدي الى كارثة يعني فكرة التترر الشهير بتاع المال والبنون على ما اعتقد ليه يا زمان ما سبتناشى ابريه لا انا مش عايزة تبقى بريه انت لازم تبقى حكيمة لان البراءة مش معناها انه انا ابقى سازج لايه الحلمية لايه الحلمية سوري مش معناها انت تبقى سازجة لا الحكمة مطلوبة يعني وحتى عايزة اقولك كمان حاجة صغيرة دور الاب والام يا جمانة في القصة دي انه يبقى وريب من ابنه او بنته عشان يبقى عارف مين هم اصدقائه ويحللهم ده انا بقى انا بيجيبني جدا ستات بتوقع خايفة جدا على بنتها بتحاول بخدر الامكان ان هي تصاحب صاحبات بنتها عشان تبقى تفهم او قسارهم او عائلتهم عشان تبقى فهمة البيت وعائلتهم عشان تبقى فهمة هم يفكروا ازاي صحيح طيب امتى اعادت بالصديق وكمل العلاقة لو حصل مشكلة وامتى ما عاتبش وامتى ابعد وعاتب يعني فيه عندنا ده في ثلاث حالات ما عاتبش خالص وابعد او اعاتب وكمل في العلاقة او اعاتب وابعد هو ما تعبيش وتبعدي بس ما تبعديش بعمف قوي عشان ده احيانا بيكون رد الفعل عنيف عند الطرف الاخر لما تكتشفي ان الشخص ده مش صديق او الانسان ديش صديقة خالص هي عدوة لك وبعدين عايز اقولك من حاجة سويرة فيه كده مصطلح مشهور في الادارة اسمه فرينيمي فرينيمي يعني فريند وانيمي فهو اللي هو العدو الصديق هو بيبين في شكل صديق وهو عدو وعشان خطري احنا عايزين يعني نوعي المشاهدين يا جماعة اقرف الادب شوية لان الادب الى حد كبير بيدي لك خبرة تاعت سنين المصرحية الشهيرة بتاعت شكسبير اللي هي بتاعت عطيل انا عندي عطيل ده شخص كويس جدا معايا تنين من المساعدين بتوع اصدقائه اللي هو ياجو وكاسيو كاسيو صديق حقيقي ياجو شخص بيبين ان انا بحبه بس انا بكرهه خطأ عطيل في انه هو اكتشف الصديق الحقيقي اللي هو كاسيو ابتدى يقرب منه واكتشف ان التاني بيقول كلام بس من غير ما يبقى فيه مشاعر حقيقي فجنبه تخيالي جنبه ده معنى ايه كارثة بكل المقيس ياجو عمل ايه كان شطان اخذ خلم راتو اسمها ايميليا تسرق المنديل بتاع دايدامونة اللي هي حب عمر عطيل وحطه في قود كاسيو واوعز لعطيل ان في علاقة بين كاسيو وبين دايدامونة دايدامونة كاسيو عطيل عمل ايه هذا الرجل اللي مفروض يبقى حكيم كان مجنون قتل دايدامونة وقتل نفسه وساب العدو اللي هو اساسا كان سبب المشكلة دي فلما يكون عندك اصدقاء وتيجي تكتشف ان واحد منهم هو شخص لا ده هو مش صديق ده هو عدو ايه وعي تبعيدي بشكل مفاجئ لانه ده ممكن بشكل او باخر يخليه يبتدي بقى يدور ازاي يضمرك نفسيا او زاي ينتقم منك برضو هنا محتاجين ايه محتاجين ما يسمى الحكمة الحياة محتاجة حكمة محتاجة تخطيط محتاجة ادارة العلاقات نفسها لو لم تدار بشكل جايه ما قربش منك جدا وبعدين اكتشف ان انت انسان مش كويسة فابعد عنك ابعد عنك دي ممكن تدايقك تخليك تدوري بقى ايه الخطة اللي تخليك تنتقمي من فلازم تتعمل بالتدريج وما تبينش انه انا بعمل كده عشان اكتشفت حقيقتك لكن ابتدي تنشغل ايه بقى ابتدى يزرع عندي حاجات معينة فعشان كده التدرج في الانسحاب من العلاقة ده نوع من الحكمة يعني اخيرا امتى اه يعني ازاي اعرف اقيم ازا كنت انا الشخص اللي زي بيطلق عليه المصطلح اللي بنسمه الوقت تتاكسك او مشكلة انا عندي انا مش مش بالشرط كل مرة تكون مشكلة عند اللي قدامي يعني مش معقول احنا ملايكة ما اعتقدش ان فيه شر مطلق او خير مطلق فازاي او امتى اعرف احدد الخطأ فيه هو دي عشان تقدر تحدديها هي محتاجة نوع من النطج النفسي عندك انه الناس للأسف الغير نطجة نفسيا اي مشكلة في العلاقة بتفترض ان المشكلة جاي من الطرف الاخر الحاجة التانية عندنا حاجة حلوة جدا في الادارة اسمها الفيت باك او التغزيل عكسية فانت مثلا حصلت مشكلة بينك وبين مثلا فلانة فانت بتيجي تعالي معي وانا حد انت بتاثق فيه تقولي لي رأفت معلاش والموضوع ده حصل الموضوع القصة كالقيتي ايه رأيك مين اللي شايف انه ده بيساعدك انك تشوفي نفسك من عيون ناس تانية لكن احنا مشكلتنا حتى في الطب النفسي حاجة بنسميها الراشونالايزيشن او التبرير الزياتي اللي احنا بنقول عليها بالبلدي الشماعة كل حاجة غلط بتحصل او مشكلة بتحصل انا بقول لا مش انا وعشان كده حتى الشخص الزكي حاك تدخلي علاقة مع صديقة وتحصل المشكلة مواحدة تانية وتحصل مواحدة تالت وتحصل مشكلة لازم تفكري انا الوحيدة المشتركة في الحاجات دي لا الناس بتشوف حظي حظي قليل ما هو ده بقى لنقاسة في الناس الغير ناطجة رأفا ان السؤال فات كان مفودي اخر سؤال بس ده الاخير بجدد ده انا متشرف بوجودي معاك شكرا لحضرتك ايه الاخطاء اللي لو حصلت من صديق لي او صديقة لي ما ينفعش اسامح فيها الخيانة بمعنى الخيان يعني انا دلوقتي مثلا بدردش معاك وبقولك اخبار كتير عن نفس اكتشفت انك اخدت هذه الاخبار عشان تأذيني بيها الخيانة وهو الخيانة هي عكس الجدعانة تماما شخص الخيان ده ما هو ده اللي عمله ياجه في المسرحات بتاع اتشكس بي هو كان بيكره عطيل ليه انت تبقى امير وملك عظيم وانا لا فابتدأ يدور على ازاي اخد كل حاجة اعرف عنه معلومات ما هو عارف معلومة انه المنديل بتاع امه ده المنديل ضيدامونة وده اغلى حاجة عنده فابتدأ يلعب بالنقطة دي عشان كده حتى في الصداقة يا شمانة الحرص مطلوب ليه اقول معلومة ممكن تبقى يعني اداة انه حد يأزيني حتى لو انت صديقتي العزيمة لما اطمن مليون في المية ولو ما فيش داعي ان انا اقول المعلومة دي ما اقولهاش اقولها ليه ليه اديلك اداة ممكن في يوم الايام لما نختلف تستخدميها كسكينة تتباحيني بيها ليه الحكمة برضو يا دكتور الشخص ده بيبقى موجود في حياتك حتى لو ما قلتش بسر او معلومة هو بيبقى موجود طول الوقت فشايف في حاجات هو بيبقى شايفها اه بس في حاجات ممكن ما يشوفهاش وانا مش لازم يعني حياتي كلها تبقى شريط كده مكشوف للناس كلها الحكمة مطلوبة جدا يعني طبعا انا بشكر حضرتك جزيلا شكر يا دكتور اتمنى ان احنا نكون ادرنا نوصل لحضراتكم كده سريعا يعني في ايجاز المفروض شكل العلاقة او الصداقة دي تبقى عاملة ازاي على اي اساس ازاي نقرب من الناس والاي حد اتمنى ان احنا نكون ادرنا نفيه حضراتكم في النقطة دي تحديدا نشكر طبعا دكتور رقفة يوسف واستاذ الادارة وخبير التامية البشرية بنشكرك يا دكتور طبعا سيئة فانكم اتمنى ان يكون اصدقاء اللي حواليك كويسين بقى اه والله لا بجد تحظي حاله في الموضوع ده يعني عندي اصدقاء فعلا سنين عشرة طويلة واكيد مرت بتجارب مش لطيفة بالعكس التجارب اللي مش لطيفة دي خلتني اعرف قيمة اصدقاء اللي موجودين فعلا معايا من زمان بالمناسبة فالحمد لله دايما انت بصر الجنب المشرق يا دكتور بشكرك طبعا جديد